تواصل سلطات الاحتلال تقليص امدادات الكهرباء إلى قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 11 عاما الأمر الذي فاقم من معاناة الغزيين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات متواصلة بشكل أثر على مجمل مناحي الحياة في هذا القطاع إلى التفاصيل يوم آخر يستيقظ به أهالي القطاع على مأساتهم المستمرة الانقطاع الدائم في التيار الكهربائي مشكلات تجاوزت حدود المعقول فأعادتهم إلى العصور القديبة ولكن بأزمات بيئية جعلت الحياة فيه أقرب إلى المستحيل تقريبا حرم القطاع من التيار الكهربائي بشكل كامل الاحتلال يخفض والمحطة متوقفة بدون وقود يحتاج القطاع إلى أكثر من 600 ميجاوات كل يوم توقفت كل محطات المعالجة معالجة المياه العادمة والصرف الصحي وأصبحت المياه تخرج بدون معالجة لتتدفق بشكل مباشر إلى البحر يعيشون حياتهم يوما بيوم هذه هي العبارة التي تختصر واقع القطاع بالمجمل مواطنين وتجار بعدما حرمتهم ظروفهم حتى من تشغيل ثلاجات منازلهم من عكس على الوضع الاقتصادي للتجار القطاع الطيار الكهربائي أثر علينا بشكل كبير لأنه بنجيب الفاكهة كلها وصارت تخرب عندنا بالنسبة للمستهلك يعني ما بطل يأخذ حاجة يعني الزبون يعني حتى لو بدي يجي يأخذ كله جبنة أو يأخذ كله بندورة بس عقدر يومه أما بيقدرش يأخذ ولا رطل ولا رطلين أنه يستكفي ثلاثة أيام وأربعة أيام بس عقدر يوم أكثر من يوم بيقدرش أما المواطنين في حدث ولا حرج يبدأ حديثهم بنظرات عشوائية وتستكمل بتفنيد المعاناة اليومية يعني ما الوحد بش عارف شو يحكي بإذنة الكهرباء شو ثلاث ساعات لو حابت يعمل فيها وخصوصا مع هالحر والشاب هاد وضع تعبان كتير الوحد ستدور على كستش ما يشربها في البراد ساقعة في الشي سرنا نطلع ندور على كست براد نشربها عشان ما في الشي يعني عندنا كهرباء بمرة في بيوتنا على هذه الأرض ما يستحق الحياة جملة اعتاد أهالي القطاع ترديدها وأمنوا بها سنوات طويلة لكنهم وصلوا إلى درجة ينظرون معها إلى أي خبر عاجل يمدهم ببصيص أمل منعك القناة رؤيا غزة فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر